موسيقى صخامة رئيس الجمهورية دينيس ديبي إتنو يكرم سفير جمهورية الصين الشعبية الذي أنهى فترة مهامي كسفير لجمهورية الصين لدى البلاد وزير شؤون الخارجية يستقبل نائب الأمين العام للأمم المتحدة التي تزور البلاد برفقة وفد رفع المستوى موسيقى وزير الثروة الحيواني يطلق مشروع الدعم السريع اللاجئين بمركز دولوب إقليمي لغون الشرقي وسط حضور كبير السيدات والسيدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعتذر لكم لهذا التأخير الخارج عن الإرادة لخلل فني تقديراً لجهوده الدول الماسية في توطيط العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك فقد منح صباح اليوم السفير الصيني الذي أنهى فترة مهامه كسفير لبلاده لدى جمهورية شاد منح وسام ضابط النظام الوطني شادي من قبل فخامة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة إدريس ديبيتنو تقرير رشاد حسنطح مع انتهاء فترة عمله بالبلاد سفيراً لبلاده الصين جاء سيد وجي لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والشاديين بالمهجر والمستشار الديبلوماسي لفخامته ومساعده بالأمانة العامة والمكتب المدني والعسكري منح فيه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو وسفير الصيني وسام ضابط النظام الوطني شادي وذلك نسبة للجهود التي بذلها السفير الصيني في تطوير وتوطيد علاقة التعاون بين انجامين وبكين سيما في مجالات الاقتصاد السياسة الثقافة والتدريب المهني السفير الصيني وجي بدوره أعرض عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو على ما يقدمه دائماً للتقوية العلاقات بين بلاده وشات وعقب خروجه من المقابلة أثنى سفير الصيني على متانة العلاقة وحسن استقبال وكنم الضيافة التي حظي بهما من قبل الحكومة الشادية والشعب الشادي مع انتهاء فترة عمل سفير لبلاد بيتشات حظيت بلقاء رئيس الجمهورية حيث سنحت لي الفرصة للتباحث معه حول العلاقات الثنائية بين البلدين المتركزة في التعاون المشترك وخلال اللقاء أوضحت الرئيس الجمهورية أن فرحتي وامتناني على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي حظيت بهما خلال فترة عمل الدبلوماسي بالشات وأنا سعيد بهذا التكريم ولا أنسى ما حييت أني عملت في تشات وسأظل صديق تشات وشرف لي أن أجد دعم الرئيس الجمهورية كما أتمنى أن يدوم التواصل وعلاقات الصداقة بين بيكين وأنجمين وقال السفير الصيني وجي إن هذا التكريم الذي حظيت به من طرف فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو بردبة وسائم ضابط النظام الوطني جديد فخر لي ولبلادي إليكم هذا الخبر الذي وصل على التو حيث عقد صباح اليوم بقصر الجمهورية مجلس وزارات تحت رئاسة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو حيث درس المجلس عدة نقاط في جدول عمله تتعلق بوزارة إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي وكذا وزارة الخارجية والتكامل الفريقي والتعاون وكذا وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة الصحة وسنوفيكم بمحظر مجلس الوزراء في نشراتنا القادمة وصل صباح اليوم نائب الأمن العام المتحدة برفقة وفد رفع المستوى إلى العاصمة أنجمينا وكان في استقبال وفد الأممي وزير الشؤون الخارجية محمد زين شريف وأمينة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية العملية في البلاد تقرير فتحية يوسف وقراءة إشراق قبل الله رحمة وصلت بحثة الأمم المتحدة على عراس وفد رفع المستوى بقيادة نائب الأمن العام لأمم المتحدة أمينة محمد إلى البلاد حيث كان في استقبالهم على أرض مطار حسن جاموس الدولي كبار الشخصيات الوطنية والوجهة يتقدمهم وزير الجي محمد زين شريف وأمينة الدولة في الخارجية أشت صالح دمان وبعد استراحة قصيرة تبادل خلالها الوفد مع المسؤولين موضوعات هامة ثم بعد ذلك تم نقلهم إلى مقر إقامتهم هذا وسيعمل أعضاء البحث خلال سلاسة أيام من العمل مع الأقسام المختلفة للبلاد والمنظمات الأممية والوقوف إلى كافة التطورات الخارجية في الصعيد المحلي وأكذا النظر في الملفات الخاصة بمشاركة المرأة في الحياة العامة ودورها في استبداد السلام الاجتماعي والتنمية المستدامة في دول الساحل وأفقصون ذلك تحدث وزير الشؤون الخارجية محمد زين شريف الذي أوضح بجلاه أن العلاقات القائمة بين البلاد والمنظمات الأممية خصوصا السويد تخطو خطوات جيدة وإيجابية لصالح البلدين وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في دول الساحل حيث أن البلاد استقبلت عداد كبير من اللاجئين الفارين من وإلات الحروب كما أكد أن الحكومة فتحت للمرأة فرص عديدة من أجل المشاركة وأجعلها في العديد من المواقع من أجل اتخاذ القرار كما قدمت نائب الأمينة العام لأمم المتحدة أمينة محمد شكرها باسمها الأمينة الأممية للبلاد وأسند على دور البلاد في الاستقرار الاجتماعي بين اللاجئين والنازحين أما وزيرة الشؤون الخيرية السويدي ماركو ويستروم قد أشادت بدور البلاد الفاعلة وأبدت استعدادها على التعاون بشأن الخدمات الإنسانية كما يستيدم عقد لقاء مع بعض الجمعيات التي تحصلت على بعض المشاريع الفنية لتباحث أوجه المختلفة فيما يتعلق بالتغير المناخي والأمني وفور وصولها وفور وصولها زارت نائبة الأمينة العام للمتحدة والوفد المرافق لها زارت عدد من المحطات بإقليم البحيرة بهدف معرفة ما مدى مشاركة المرأة في الجهود الأمنية والسلام في إقليم تقرير عبد الرحمن آدم رحمة وقراءة زميل محمود موسى الفيلة تجيء زيارة هذه البعثة الأممية المشتركة التي على رأسها الأمينة العامة النائبة للأمم المتحدة السيدة أمينة جي محمد والمبعوثة الخاصة للاتحاد الأفريقي ووزير الشؤون الخارجي لدولة السويد وتهدف هذه الزيارة إلى مدى معرفة مشاركة المرأة في دعائم الأمن والسلام بإقليم البحيرة وعليه فقد شرعت البعثة في أولى محطاتها إلى قرية كدبل حيث تقوم النساء بتجفيف الأسماك والعمل بتجارتها من أجل سد احتياجاتهم اليومية عبر عائدات هذا المركز أما المحطة الثانية للوفد فقد كانت مركز تحفيز وتعليم شؤون الدين حيث تبادل الوفد الأممي مع الداعيات مختلف الأطراف فيما يخص بمسألة الأمن والسلامة وأكدنا جميع الداعيات بأن لهن الدور الكبير من أجل ترسيخ دعائم الأمن وعقب ذلك فقد توجه الوفد إلى مركز متعدد المهام الذي أنشأه صندوق الأم المتحدة للسكان والذي يعمل من أجل مساعدة النساء المتضررات بسبب العنف الممارس ضدهم وقد أشاد الوفد الأممي بهذه الجهود التي تؤكد مدى اهتمام السلطات العلية بالبلاد بالنساء في الإقليم وهي إشارة لرؤية مستقبلية لإتاحة الفرص للمرأة من أجل دعائم الأمن والسلام بالإضافة إلى التنمية وقد اختتم الوفد لقاءه مع حاكم إقليم البحيرة محمد عبالي صلاح حيث أوضح الحاكم بعد شكره للوفد بأنه منذ مجيئه قد وضع خطة تنموية لصالح الإقليم وهذه الخطة تعد من الأسس القوية التي تنمي وتطور الإقليم عبر التنسيق مع مقتلف المنظمات الإنسانية العاملة بإقليم البحيرة كما عقد وفد الأمم المتحدة الذي يزور إقليم البحيرة عقد اجتماعاً مع حاكم الإقليم محمد عبالي صلاح بغرض دراسة ومناقشة الاستراتيجيات الكفيلة لتطوير إقليم البحيرة تقرير الدرحمة نادم الرحمة وقراءة عباس بكار مصطفى عقبت زيارات الميدانية التي قام بها الوفد الأممي لمختلف المراكز النسوية بمدينة بول فقد عقد حاكم إقليم البحيرة محمد عبالي صلاح لقاء مع الوفد الأممي الذي على رأسه أمين جي محمد الأمين العامة النائبة لأمم المتحدة ووزيرة شؤون الخارجية لدولة السويد ومبعثة الاتحاد الإفريقي وقد سمه اللقاء لحاكم إقليم البحيرة محمد عبالي صلاح أن يشيد بهذه الزيارة والتي وصفها بالإيجابية كما وضها للوفد الأممي الجهود التي بذلها والخطة الإقليمية التي رسمها من أجل تقديم والتنمية الإقليم الذي يتطلب تضافر وتعاون المنظمة الأممية المتحدة وقد أشاد بأن هذه البادرة ما هي إلا أسس قوية لتطوير وتنمية إقليم البحيرة أعقبته في الحديث أعضاء الوفد الأممي الواحدة تلو الأخرى فقد أشدنا بالجهود التي بذلها حاكم الإقليم وقد أكدنا بأنهن على أتم الاستعداد من أجل دعم هذه الخطة الإنمائية لصالح إقليم البحيرة ما دام أن هناك بوادر ورؤية وخطة أمينة من أجل محاربة الإرهاب ومنع امتشار البوك حرام هذا وفي نهاية المناسبة تم عقد مؤتمر صحفي مصغر تم من خلاله عرض وتقديم مختلف الأسئلة إن صبت جلها حول أهداف هذه الزيارة بحضور وزيرة الإنتاج والمعدات الزراعية سيدة ليديبيا سمدة وحاكم أقليم لغون شرقي أطلق وزير الثروة الحيوانية بيان سواري أطلق رسميا مشروع الدعم السري اللاجئين بمركز دهلو بأقليم لغون شرقي وسط حضور كبير من سكان المنطقة تقرير رماد جبرين ينجيني إن الحكومة وشركائها عزمون بشكل متواصل للوقوف مع هؤلاء اللاجئين ولا ذلك جاءت الانطلاقة الرسمية للجزء الثاني من مشروع الدعم السري للإنتاج الزراء والحيواني لصالح اللاجئين والنازهين وكذا سكان المناطق الخدودية المتضررة من أزمة إفريقيا الوسطى من نهيته حاكم أقليم لغون الشرقي أحمد طه محمد قدم ملخصا حول الهدوط الجغرافية للإقليم وأضاف أن عمال الجزء الثاني لمشروع الدعم السري لللاجئين سيساعد بالتأكيد في حل جزء كبير من مشاكل هؤلاء اللاجئين والنازهين الذين وصل عددهم إلى ستة آلاف اللاجئ في مركز دولو بمقاطة نيابيندي بما أملية يمكن وصفها في الوقت الحالي من الآليات القصوى على حد تعبير ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغزية وزيرها محمد منصور جاي وأكد أن مثل هذه الإجراءات بالفعل ستساهم في رفع مستوى حياتهم الاجتماعية المحام تم تقسيمها بين الوزارتين وهي وزارة الإنتاج والري والمعدات الزرائية ووزارة السروة الحيوانية والإنتاج الحيواني للقيام بحفر الآبار وإنشاء أحواض للمياه وتطعيم المواشي وفتح مراهيل لسير المواشي فيهين أنهم سوف يقومون بتوزي ستة مائز للأسرة الواهدة في مركز اللاجئين هذا من شأن وزارة السروة الحيوانية والإنتاج الحيواني أما الخدمات الزرائية فمثل المعدات الزرائية والبذور المحسنة تبقى من أولويات الطرف الآخر كل هذه المعلومات والإضاءات وردت في كلمتي وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني قايان سوارا ووزير الإنتاج والري والمعدات الزرائية لدي بيا سنبا مداخلاتهم التي تبدو شبه متقاربة الجزء الثاني من أعمال مشروع الدعم السري للإنتاج الزرائي والحيواني لصالح اللاجئين جاء بتمويل من البنك العالمي بقيمة سبع مليار من الفرنكات الإفريقية وذلك لمدة سنتين نأسف لرداءة أصور في هذا التقرير الذي جاءنا من حيث المصدر أطلق صباح اليوم الأمين العام لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة امتحانات الشهادة الفنية الصناعية والتجارية دورة 2018 جارة المناسبة بالسانوية الفنية الصناعية لمدينة أنجميلة تقرير محمد حسن أدم 305 من تلاميز السانوية الفنية الصناعية والثانوية الفنية التجارية إلى جانب التلاميز مركز التدريب الفني والمهني جلسوا لامتحانات الشهادة الفنية دورة العام 2018 حيث أطلق عملية بدء الامتحانات الأمين العام لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة ديبي غالي وذلك بهدور أمدة الدائرة الثالثة سامي ميشو ميشيل ممثلا لمندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة وتشمل الامتحانات التخصصات الفنية والصناعية والتجارية كالقهرباء والميكانيك والتكييف والنجارة فضلا عن السكرتارية والمحاسبة العامة والخياطة والتطريز الديكولاج أنا مستقبل لنا بلدى التاليم الفنية أنا بنامدى فرسك ماشي أمو وإنهم التيري بعد التيري إنهم البراتيك كما هث كل من العمين العام لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة ديبي غالي وعمدة بلدية الدائرة الثالثة سامي ميشو ميشيل التلاميذ الممتحنين على التحلي بروح المسئولية من أجل الأداء الأمسل لهذه الامتهانات ونشير إلى أن عدد الممتحنين في الشهادة الفنية لهذا العام على المستوى الوطني حوالي 739 تلميزا وستستمر فعاليات هذا الامتهان لمدة سلاسين يوما في المجالين النظري والتطبيقي عرضت صباح اليوم بمقرها مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في شات تقريرها السنوي للعمل المصرم كذلك بحضور المنصقة العامة للشفافية أمينة محمد وعدد من المسؤولين وسائل الإعلام العامة والخاصة تقرير محمد بشير عصمان بالنسبة لمبادرة الشفافية لصناعات الاستخراجية في شات إيتيي فإن عام 2017 كان عاما استثنائيا وصعبا على مستوى نشاطات المؤسسة بسبب الأزمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد لا أعلمني شغطًا لصناعات الاستخراجية في هراليه وعلى حسب التقرير السنوي الذي يعد من قبل مبادرة الشفافية للعام المنصرم 2017 فإنما تم إنجازه من عمل من قبل مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في شاد كان عقل من المتوقع وعلل المسؤولون بالمبادرة عن أسباب ذلك على أنه ناتج عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وفي رد لها على أسئلة الصحفيين حول جهود الحكومة في تعزيز دور المبادرة على مراقبة نشاطات الصناعات الاستخراجية المختلفة بالبلاد فإن المنصقة الوطنية للمبادرة أمينة محمد أكدت على أن مؤسستها لم ولن تدخل أي تمجهود في لعب دورها الحيوي لتقديم ما يمكن من المعلومات للرأي المحلي حول إرادات ونفقات مختلف تلك الصناعات الاستخراجية بالبلاد وقعت صباح اليوم الاتفاقية التعاون بين الهيئة الوطنية لترقية العمل ومصنع كانون تماية وتهدف هذه الاتفاقية على فتح فرص عمل للشباب وقع من جانب الهيئة مديرها المهندسة فيصل حسين حسن ومن جانب المصنع محمد نورة بكر مدير المصنع احتضن المتحف الوطني فعاليات مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون والشراكة بين الهيئة الوطنية لترقية العمل ومصنع كانون تماي وتهدف هذه الاتفاقية على إقامة شراكة وتعاون دائم بين هاتين المؤسستين بتدريب ألف شاب وشابة من دوائر بلديات مدينة جمينة العشرة بحسب مداخلة مدير عام مصنع كانون تماي محمد نورة بكر وأن هذا العدد الكبير من الشباب العاطلين عن العمل سيوفر لهم المصنع فرصة لإنتاج الكميات المطلوبة من هذا الكنون خلال العام وهي مليون كانون بحسب خطة الدولة التي مولت هذا المشروع هذه الاتفاقية التي تمهد لإنشاء عدة وظائق للشباب الجادي نحن في الهيئة الوطنية لترقية وتطوير العمل نسعى دائما مع جميع الشركاء من أجل تطبيق السياسة الوطنية للعمل أن سياسة فخام السيد الرئيس الجمهورية دائما في جمهورية الرابعة وضع أوليوية غصوة لمحاربة البطالة والفقر في الجاد يبقى أن نشير إلى أن هذا المشروع إذا تحقق وفقا للخطة المرسومة من جهة المصنع والدولة فإنه سيساعد من حدة البطالة وتقليص الفقر وحماية البيئة ومنع الزحف الصحراوي تجول صباح اليوم فريق من التلفزيون الوطني في بعض مؤسسة التعليمية والساحات العامة لمعرفة استعدادات المترشحين لشهادة الثانوية العامة دورة 2018 تقرير محمود موسى في إله استعداداً لامتحانات شهادة الثانوية العامة دورة 2018 والتي ستجرى في طريق السادس عشر من هذا الشهر الجري في كافة الأراضي الوطنية ومن الملاحظة فإن المترشحين لذال يبزلون جهوداً مكثفة من أجل أن تسجل أسماؤهم في قائمة الناجحين لهذا العام إن شركاء العملية التعليمية قد بذلوا كل ما بوسعهم وذلك بهدف أن تحقق الأهداف التربوية المرجوة من النظام التعليمي ومن خلال هذه الجولة التي قام بها فريق من التلفزيون الوطني كادي لاحظ الفريق بأن المترشحين للشهادة الثانوية هذا العام هم في أتم الاستعداد لذا فإن الحكومة أيضاً قد اتخذت كافة تدابير والإجراءات اللازمة من أجل أن تنظم الامتحانات في وقتها المحدد فما بقي للمترشحين إلا السادس عشر من الشهر الحالي قامت منظمة SOS وهي منظمة غير حكومية بحملات توعوية لصالح تلاميذ المؤسسة التعليمية مدينة ماو وعاصمة إقليم كانم حول محاربة الظواهر المؤدية لسوء التغذية تقرير آدم حنافي فاضلة الاهتمام التام برعاية التربية البدنية هو أمر يصهم في كيان الإنسان بمختلف نمائه لذا قامت المنظمة الغير حكومية SOS بحملة توعوية لكل من المدرسة التمهيدية ومدرسة المركز المشترك الكائنة بمدينة ماو وحاضرة إقليم كانم توعية تهدف إلى حث الطلاب عن كيفية محاربة سوء التغذية الذي أصبح بنسبة كبيرة في الأراضي الوطنية رئيس البعثة لهذه المنظمة صالح عبدالله خميس قال إن أهداف منظمة SOS هي متعددة الأغراض إلا أن اليوم ترتكز حول توعية الطلاب حول مكافحة السوء التغذية وأكد في حديثه إن سوء التغذية ينتج غالبا لعدم الاهتمام بالرضاعة الطبيعية التي مدتها حولين كاملين محافظ مدينة ماو شوكي سلطاني قال إن أهداف هذه المنظمة هي من أولويات الحكومة الشادية وخاصة حول صحة الشعب الشادي عامة مؤكدا وقوف الحكومة إلى جانب هذه المنظمة من جانبه منذوب التربية الوطنية بإقليم كانم أبكر قلقلاي حيث شكر كل القائمين بهذه الخطوة مؤكدا أن صحة ليس لها ثمن مطالبا الطلاب الاستفادة مما تلقونه من خبراء مختصين في مجال محاربة السوء التغذية واختتمت المناسبة بألعاب للطلاب يختبرون فيها ولها شأن بالموضوع نفسه عقب مشاركاتهم في منتدى الاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي قدم اتحاد نساء البركة حديثا صحفيا حول أهمية المشاركة بالنسبة لشادة متابع ماشينا واجهنا مع البعير دفون البعير دفون قدمنا بروجيت حقنا وبعير دفون مشاريه ساعدونا مساعدة كويسة أدونا كلام كويس وبعد قبلنا من البعير دفون جيت أنا مشيت ألمانيا كل كلام المشاريح والغروب ما من ألمانيا قبل جيت ساولنا دعوة من أمريكا مشينا أمريكا قابلنا مع البعير دفون واستقبلونا وساعدونا مساعدة يعني كويسة وتوجيها كل وجهونا توجيه كويس يعني في الأيين الأراملين وفي الأيتام وفي الأزواج المبكر وفي الأوين الرجال بتاؤهم يعني شادينا هنا نبدأ ونسألوا الانفرماسيون كويس ونطلب من رئيس الجمهورية إدرس ديبي فقالينا مجال كبير بإسمي وبإسم الأوين نشكره وبالتالي نشكره وخدتنا 30% لكن حسنا في النشيفة 55% كل ماشينا 100% قلنا الحكومة نبدأ نتكلم لأخواتي الأوين أخواتي الأوين يشد هيلو ما يخلون عنينا بس نفتش في القواري يعني نفتش مستقبل هنا ونقول لأخواننا في القواري كل اللي بخدموا في برة يخدموا يعني يجبوا يخدموا في بلتهم يعني ما شاء الله أمريكا فكر لنا مجال كبير ونبزوا لجي نخدم ونجي نخدم ووطننا ونساعد الناس يعني أنت بجد انيو ولي بجد اون جيدا ما تخدم لنفسك تخدم الكثيرين استقبل مساء أمس رئيس الفيدرالية تشادية لكرة السلة ومنصق الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة أبضل لبين أضاء المنتخب الوطني لكرة السلة الذي شارك في تصفيات كأس الأون الأفريقية لكرة السلة وكأس العالم لكرة السلة تقرير عباس عباكر مصطفى بعد مشاركة المنتخب الوطني لكرة السلة الساوو في تصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة وكأس الأمم الإفريقية لكرة السلة وذلك خلال الدوري التأهلي لكأس العالم لكرة السلة وأيضا كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين أربع منتخبات بدولة تونس وبالرغم من عدم الاستعداد التام لمنتخب كرة السلة الساوو إلا أن المنتخب استطاع الفوز في ثاني مبارياته أمام منتخب مغينيا كونكري بالثمانين نقطة مقابل تزاو عربعين نقطة لصاله المنتخب الوطني لكرة السلة الساو بينما خسر منتخب كرة السلة الساو في أولى مبارياته أمام منتخب كامرون والثاني أمام المنتخب التونسي وبالرغم من خسارتين لمنتخبنا الساو إلا أن فوزه أمام غينيا كونكري تأهل بالمنتخب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة السلة ومن جانب الكأس العالم بقي للمنتخب مباريات العياب على أمل رياضة بما يخص البسكتبول هم ناجهوا في نهاتين نهات واحد في أفريقيا ما يندم إليمناتوار يعني يدخلوا في الكأس على طول وبعدين بما يخص 2019 في إليمناتوار إن فوز المنتخب الوطني لكرة السلة الساوو يعد فخرا للمشجعين تشاديين نختم هذه النشرة بقراءة هذا المرسوم الذي يحمل رقم 1408 باقتراح من وزير البترول والطاقة المادة الأولى تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية بمكتب وزير البترول والطاقة مكتب الوزير مدير المكتب السيد ندونغري بنغ دافيد وينور المستشارين المستشار في الطاقة السيد منجني موندينغام المستشار في البترول السيد أبد الكريم حسين موسى المستشار القانونية السيد مريم إخلاص جرمة المادة الثانية على كل من وزير البترول والطاقة ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينة في الخامس من يوليو 2018 توقيع إدريس ديبي إتنو بإقراءة هذا المرسوم نصروا أياكم إلى نهاية هذه النشرة الإقباري العربية التي قدمناها لكم من العاصمة أنجمينة دمتم في معن الله السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة